اليوم هل كان الخصاص بالفعل هو الخيار الذي دفعكم لتأسيس هذه الجمعية وجعل العمل الإنساني الخيري في القطاع الطبي هو ربما الركيز الأساسي لهذه الجمعية شكرا بالنسبة للجمعية خدمة الجامع هي جمعية كما يفهم من اسمها هي أفق مفتوح للعمل الإحساني والتضامني والتحسيسي والتربوي الشعارة لها الدائم وهو دير الخير تلقى الخير هذه الكلمة دير الخير هي دائما عندها حمولة أخلاقية ودينية في المخيال المواطن المغربي صحيح رغبنا وتغنى عليها صحيح كذلك أن نفهم البر والإحسان في ثقافتنا ومرجعيتنا الإسلامية أن الإنسان أو الأعضاء داخلنا الجمعية يتعاملون بالبر وكأنه واجب يعني بمفهوم الواجب يعني الحمد لله استطاع الأعضاء دي الجمعية أن يتعاملوا مع البر وكأنه واجب عليهم وهذه النقطة مهمة لأستاذ نوفل يعني الجمعية رفعت التحدي وهذا التحدي هو تحدي يعني القرب الرمزي من الشرائح الاجتماعية الأكثر حاجة للدعم النفسي والتربوي والاحتضاء الوجداني كذلك وفي هذا الصياق يمكن فهم المبادرات التي قامت بها الجمعية والتي يمكن تقسيمها إلى مستويات عدة يعني الجمعية ليست متخصصة فقط في القوة والطبية يعني يمتد الأنشطة الجمعية إلى مستويات متعددة